أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أحلى أن يعيش الإنسان متعاونا متكاتفا مساعدا لغيره من المحتاجين والفقراء إن الإنسان في هذه الحياة لا يسير على نسق واحد ولا على حالة واحدة أو هيئة واحدة وإنما هي أحوال متغيرة متعاقبة فترة من الفترات يكون الإنسان غنيا ثم قد يصيبه الفقر بعد ذلك قد يكون فقيرا ثم يرزقه الله عز وجل فيما بعد يكون صحيحا فيصاب بالأمراض أو يكون مريضا فيشفيه الله سبحانه وتعالى وهذه سنة الله في خلقه فالخلق يتغيرون وأحوالهم تتغير فسبحان من يغير ولا يتغير من العبادات التي دعا إليها الإسلام والتي رتب عليها ثوابا كبيرا ثوابا عظيما الصدقات الصدقات من العبادات المتعدية العبادات التي يقوم بها الإنسان إما أن تكون عبادات قاصرة يعني يقتصر نفعها على الإنسان كالصلاة مثلا أو الصيام أو الحج وقد تكون عبادات متعدية كالزكاة مثلا وكذلك الصدقات ينتفع الإنسان بها فيأخذ الثواب والأجر وكذلك ينتفع غيره بها فيأخذ المال ويقضي به حاجته هذه العبادة وهي الصدقة لها فضل عظيم تعل العبادة إذا كان لها أثر كبير والصدقة لها آثار عظيمة منها أنها سبب من الأسباب الرئيسية الأساسية لمحو الذنوب والآثام الذنوب كثيرة وعلى الإنسان أن يبحث عن الأسباب التي بها تمحى هذه الذنوب من هذه الأسباب ومن هذه الوسائل الصدقة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار كل من أسرف على نفسه فارتكب ذنوبا وآثاما إن عليه مع التوبة والاستغفار أن يتصدق فإن الصدقة تمح وتزيل وتذهب بالآثام التي ارتكبها الإنسان من آثار الصدقة أيضا أن المتصدق يأتي يوم القيامة يتمتع بظل الرحمن سبحانه وتعالى فالله عز وجل يقول كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هناك سبعة أشخاص سبعة أوصاف هذه الأوصاف السبعة تكون في ظل الرحمن سبحانه وتعالى يظلهم الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله ومنهم من هذه السبعة من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه إن الصدقة برهان على جود الإنسان وعلى سخاوة نفسه وهي دليل وبرهان على أن هذا الإنسان ليس بخيلا لأن البخل والتصدق لا يجتمعان في إنسان لا تجد إنسانا بخيلا وفي نفس الوقت يتصدق ولا تجد إنسانا متصدقا يتصدق وهو بخيل فالبخل والتصدق لا يجتمعان في إنسان الصدقة هذه دليل وبرهان على سخاوة النفس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان دليل على سخاوة النفس إن الله سبحانه وتعالى في صبيحة كل يوم يوكل ملكين كل واحد منهما يدعو إما للمتصدق وإما على البخيل فما من يوم يأتي صباحه إلا ويدعو ملك اللهم أعطي منفقا خلفا الذي ينفق اللهم أخلف عليه الخير والخير ويقول الملك الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا إن هذه الصدقة دليل على سخاوة النفس والله سبحانه وتعالى حثنا عليها ورتب عليها أجرا عظيما فقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم إن هذه الصدقة تصح بالقليل والكثير الإنسان إذا أراد أن يتصدق وليس معه إلا القليل فلا يستقل ما يخرجه ولا يستقل الصدقة فإن الصدقة بالقليل تصح وبالكثير تصح النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق النار ولو بشق تمرة نصف تمرة بها قد يبتعد الإنسان عن النار اتق النار ولو بشق تمرة ومن هنا أخذ العلماء أنه يجوز التصدق بالقليل والكثير إن الصدقة برهان على سخاوة النفس إن الصدقة سبب من أسباب محو الذنوب والآثام نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رزقا واسعا حلالا وأن يبارك لنا فيه وأن يعفو عنا إنه هو العفو الغفور إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته